موسيقى جولتنا الاقتصادية نستهلها بالشأن المحلي حيث حذرت جامعة المصاريف والبنوك اليمنية في العاصمة صنع من استهداف ميليشي الحوثي للنشاط البنكي والمصرفي الحيوية ودعت الجمعية الالتزام بالمادة الخامسة من قانون البنك المركزية الذي يحصر عليه دارة النشاط المصرفي والبنكية يأتي هذا وسط تصعود الإجراءات الحوثية المنظمة بحق الاقتصاد اليمني والقطاع المصرفي ووضع يدها على كافة الأموال المدعة وقدرت مصادر المصرفي أجمع الأموال التسعة ميليشي الحوثي لسيدرة عليها نحو 15 لليون ريال نصفها ديون على الحكومة وأخرى القضاع الخاص وكانت الميليشي عادت مشروعا لمنع الفوائد في المعاملات المالية لدى البنك والمصارف تمهيدا لإقراره بشكل رسمي من قبل البرلمان بمزاعم الربا أعلن بنك المركزي الإيراني قالت أفشين خاني نائب محافظة البنك بعد تراجع الريال إلى مستوى قياسية حيث شهد الريال الإيراني انهيارا لأقل مستويات على الإطلاق في السوق المصرفي وخسر أكثر من 20% من قيمتي خلال ثلاثة أشهر من الاحتجاجات الشعبية وصد ارتفاع معدلات التضخم رفع مجلس الاحتجاج للاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعى الفائدة نصف نقضة مئوية لمواجهة تضخم الذي وصل إلى على مستوياته في 40 عاما ووصل معدل أسعى الفائدة عند مستوى قريب من الصفر الآن إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 4 و 25 من 10 و 54 من 10 بالمئة وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007 إلى ذلك حقق الدولار مكاسب كبيرة بالتماشي مع غلب التوقعات ليهبط اليورو إلى دولار و 65 سنتا فيما نزل الجنيه الاسترليني إلى دولار و 23 سنتا حذرت الوكالة الدولية للطاقة من زيادة حد محتملة في أسعار نفط العام المقبل نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا والحظر المفروض على نفطها وكان بنك غولدن مانساكس خفضت وقعات الأسعار نفط عام 2023 ما يخفف من مقادر اتفاع الأسعار في الشتاء ورتفعت العقود الأجلة خلال التدولة الأخيرة لخام برينت إلى 82 دولار و 71 سنتا فيما انقفض خام غرب تكساس إلى 77 دولار و 24 سنتا للبرميل وأخيرا سجلت اليابان عزا تجاريا بقيمة ترونين و 300 مليارين أي ما يعادل 15 مليار دولار في نوفمبر من العام الجاري وأرجعت وزارة المالية اليابانية ذلك لارتفاع تكاليف واردة الطاقة بنسبة أكثر من 30% إلى 10 تلونات و 860 مليارين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر